مخلص من السماء هذا موضوع حلقتنا في هذا الوقت ما أحوجنا إلى مخلص فالعالم كله يصرخ ويعني يحاول بمجهوداته الكثيرة ويبحث عن منقذ يبحث عن مخلص أتذكر في إحدى الدول الأوروبية قال وزير نريد مخلص بغض النظر يسوع شيطان أم أي شخص شخصي طلعنا من هالمئزة شخصي طلعنا من الوضع الموجودين فيه يا للأسف ويا للعار مع أنه الكتاب المقدس واضح جدا في موضوع المخلص وهو خلص ويخلص وسيخلص أيضا أحبائي إحنا عايشين في أيام صعبة كثيرة عم نتفرج على الحرب الدائرة بين إسرائيل وبين حماس في غزة قلبي يعتصر ألما على ما يحدث هناك غزة البلدة المحبوبة غزة البلدة المذكورة مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد غزة مذكورة ومهمة جدا في تاريخ الكنيسة غزة اللي تعتبر بلد مهمة جدا بحسب التاريخ يقال إذا أردت أن تأخذ أو تحتل مصر عن طريق غزة وإذا أردت أن تحتل أرض كنعان عن طريق غزة فهي الطريق طريق البحر اللي بيربط جسر بين ثلاث قارات موضوع استراتيجي مهم جدا ولكن أحبائي الشيء الحلو والجميل شعب غزة أنا ذهبت مرارا وتكرارا وخدمت في غزة عدة مرات خدمت في المستشفى اللي تهدم زرت الكنيسة الأرتدوكسية وللأسف يعني حتى الإزاعات مش عم تتكلم عن هذا الموضوع دماء الأبرياء المسيحيين اللي قتلوا في الكنيسة الأرتدوكسية عيلتين بأكملهم 18 فرد فتخيل أنت كل هذه الأفراد اللي ماتت بسبب هذه الحرب وإحنا عارفين أنه لازم اتوقف هذا الحرب الحرب ما بتفيد أي شيء وللأسف إذا الحرب بتتحول لدينية فتعتبر المأساة البشرية والسؤال لماذا لا تتبع الناس تعليم المسيح لماذا الكبرياء ولماذا التعجرف والغطرصة من الطرفين كفى لقتل دماء الأبرياء سواء من إسرائيل أو سواء من حماس كأن الناس متعطشة للدماء فالمسيح رفض العنف وعلم ضد العنف والعنف بيجلب العار والدمار والعنف طبعا بيجيب اللعن على أراضينا أراضينا محتاجة إلى إبراء محتاجة إلى افتقاد إلهي فواضح أنه ولا أي نظام سياسي ولا حتى الديني ساعد أوضاعنا في البلاد المقدسة أو بالأحرى مش عاوز أقول البلاد المقدسة لأن البلاد المقدسة صارت تعتبر من أنجس البلاد ولكن يقف أن أقول بلاد الأنبياء بلاد أو بلد المسيح فإذن إخوتي وأخواتي أنا بضم صوتي للأصوات الكثيرة أنا ضد العنف ضد اللي بتعمل إسرائيل في غزة كثير مدنيين كثير أبرياء ضحايا عم بموتوا بسبب قضية دينية سياسية أو قضية سياسية مغلفة بالدين والناس ما إلها أول ولا دور في هذا الموضوع بالأولى أنه نهتم بإحتياجات الغزويين بالأولى نهتم أنه نبعث الأكل الطعام والوقود والماء والاهتمام بحياة الناس غزة بلد جميل جدا ممكن تكون جنة على الأرض فماذا فعلنا في غزة عم نحصد الضمار والنتائج بسبب حروب دينية أنا أدعوك اليوم أنه تيجي للمسيح يسوع لأنه هو الحل الوحيد لغزة هو المخلص اللي خلص بالماضي وهو المخلص الذي سيأتي ثانية فبإسمي وبإسم خدمة نور لجميع الأمم بحب أقدم التعزية لكل اللي فقدوا أحبائهم من مسلمين ومن مسيحيين كما ذكرت الشعب الغزاوي شعب طيب جدا بكل معنى الكلمة حرام أنه يوصل الوضع أنه البلد الجميل تتحول إلى بلد جحين الرب يعزيكوا ويشجعكوا كل اللي فقدوا أحبائهم وبنفس الوقت منصلي من أجل كل الجرحة وكل المرضى أنه الله يتدخل وبصلي من أجل حل كامل حل السلام يغمر بلادنا الجميلة الحلوة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حلقتنا اليوم بعنوان مهم جدا ولسيما في الأوضاع اللي إحنا عايشينها أنتم تشاهدون هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية برنامج ليكن نور وضيف الحلق ما هواش ضيف هو أخ عزيز جدا معرفي قديم وكان عدة مرات على هذا البرنامج أهلا وسهلا أخ إليا إحنا مبسطين أنك موجود معنا اليوم أهلا بك أسيس نزار فرحان مرة تاني نتقابل ربي بارك حضرتك ألا تتفق مع أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة؟ نعم كل التأكيد ولا سيما أن العالم كله في حالة من الحيرة والتوتر يبحثون عن حلا ولن يجدوا حلا إلا ما يقدمه المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح لما منقول المخلص من السماء لكن احنا منعرف أن يسوع هو المخلص يعني بتذكر رسالة الملاك للرعاة في بيت صحور اللي هي في حقل الرعاة بجانب بيت لحم مكتوب أنه يولد لكم اليوم في مدينة داول مخلص مخلص المسيح هو المسيح الرجل صحيح فهو المخلص تفضل زي ما كان قبل مجيء المسيح في أرضنا كان هناك تطلع إلى مجيء من يخلص حتى لما تنبأ أشعياء يا سيس نزار في سفر أشعية أصحح تسعة عندما قال لا يكون ظلام للتي عليها ضيق وكما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جالي للأمم وبعد كده اتنبأ بالنبوة يولد لنا ولد ونعطى ابناً إذن كان هناك الحاجة إلى مجيء المسيح مخلصاً إلى العالم وقد جاء يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئة النهاردة كمان العالم يتطلع إلى مخلص إلى منقص حضرتك ذكرت العبارة في المقدمة اللي قالها أبو السوق الأوروبية المشتركة عندما قال نحن في حالة في العالم حالة من الفوضى والانهيار الاقتصادي ارسلوا لنا رجلاً قوياً يحكم العالم سنقبله فوراً رباً كان أم شيطاناً للأسف العالم يتطلع إلى مخلص حتى لو من الجحيم واستحال أن يأتي إلا مخلص من السماء الرب يسوع المسيح الذي نتوقع وصوله قريباً كما جاء وخلص من ألفين سنة على الصليب سيأتي قريباً أيضاً لكي يحل كل المشاكل بما جئه من السماء لما بنتكلم عن المجيئين طبعاً المسيح هو المخلص سواء في المجيئ الأول أو في المجيئ التاني إذا ممكن تحدثنا عن أوجه التشابه بين المجيئين الأول أقول أسيس نظار أن هناك دايماً ارتباط بين المجيئين للمسيح في آيات مشتركة في الكتاب على سبيل المثال لما الرب يسوع قال في إنجليو حن 14 وعدد 2 عندما قال أنا أمضي لأعدى لكم مكاناً هنا يتكلم عن مجيئ في الجسد لكي يذهب إلى الصليب ويخلص وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وأخذكم إلي إذن المجيئين دايماً لقيهم في آيات وحدة أذكر آية تانية مثلاً في عبرانين 2 عدد 10 قال كده لاقى بذاك الذي به الكل ومن أجله الكل على الله الآب وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد هنا بيتكلم عن المجيئ التاني في الاختطاف بتاع المسيح ثم يكمل آية ويقول يكمل رئيس خلاصهم بالآلام فالكتاب بيكلمنا عن لو حيث ألخص المسيحية أسيس نظار في جملة واحدة أقول المسيح أتى والمسيح سيأتي ما قدرش أفصل الاتنين عن بعض أتى مخلصاً وسيأتي لكي يخلص أوجه التشابه زي ما حضرتك سألتني دلوقتي المسيح جاء من ألفين سنة علشان يخلص يخلص يعني إيه؟ يعني ينقذ 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 الإنسان من عدة أمور أخيري نقول تلات أمور رئيسية الأمر الأولاني ينقذ الإنسان من عبودية الخطية فقال الرب يسوع المسيح من يفعل الخطية هو عبد للخطية ثم يكمل المسيح قائلاً إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بزل نفسه فديتاً عن الجبيع المسيح جاء من ألفين سنة يخلص الإنسان من الخطية يخلص الإنسان من عبودية الشيطان إحنا شايفين النهاردة الشيطان بيعمل إيه في الناس؟ ذاك كان قتالاً للناس زي ما حاجة ذكرت من شوية الناس أصبحت متعطشة بالدماء يلا حارب يلا إضرب يلا موت يلا إسفك الدماء يلا هلل وإنت بتتبح أخوك هذا هو عمل الشيطان جاء الرب يسوع المسيح لكي يخلص الإنسان من سلطان الشيطان وما أروع ما قيل عن المسيح في عبرانين 2 الأعداد الجميلة 14 إلى الآخر يقول الكتاب أن المسيح اشترك في اللحم والدم لكي يبيض بالموت لكي يبيض بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطق أولئك الذين كانوا خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبود المسيح جاء لكي يخلص جاءت امرأة خطئة عند رجلين المسيح بكت عند رجليه وهذا هو طريق الخلاص أحبائي قال لها الرب يسوع المسيح مخفورة لكي خطياكي إيمانك قد خلصك اذهبي بالسلام أرجو من أحبائي الأفاضل أن لا نهمل خلاصاً هذا مقداره مقداره جاء المسيح مخلصاً من ألفين سنة لكن تسمح لي كمان أقول تفضل أنه سيأتي آه ده أوجه التشاب حيجي عشان يخلص كمان لكن يخلص من إيه آه بقول تعبير ده مش عفت تتفق معي ولا لا يا سيس نظار المسيح سيأتي لكي يخلص المخلصين المسيح سيأتي لكي يخلص المخلصين يعني إيه يعني كل من استفاد من خلاص المسيح في المرة الأولى في تجسده ونال غفراناً لخطياء وحياة أبدية سيأتي المسيح لكي يخلصه بس مش يخلصه بقى من الدينونة والخطيئة لا هيخلصه على الأقل برضو من ثلاث حاجات حاجة الأولانية سيأتي المسيح لكي يخلص المؤمنين من الغضب الآتي لو تسمح لي أقرأ آيات موجودة في تسالونيك الأولى أصحاح الأول اللي بتتكلم عن انتظار المسيح المخلص الآتي يقول في عدد عشرة وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذن من الغضب الآتي نحن النهاردة تعبنين من مناظر الحروب أخ نظار تعبنين من الدبح لكن سيأتي غضب غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم لكن قبل أن ينصب بهذا الغضب سيأتي الرب يسوع المسيح لكي ينقذنا أي ينقذ كل المؤمنين من الغضب الآتي وبالمناسبة اسمح لي أدعو كل من يشاهدنا الآن تعالى إلى المسيح المخلص يخلصك من خطيئك وأيضا يخلصك من الغضب الآتي على العالم طبعا يعني مثل ما ذكرت أنه موضوع الخلاص مش غامض واكتشف موجود في صفحات الكتاب المقدس وحتى في نبوات شعية أنا الرب المخلص نعم فبتشوف نفس الآيات نفس الكلمات بتتم في شخص الرب يسوع المسيح حتى يعني كانت بشارة الملاك للمطوبة مريم عن يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئهم فإذا الشعب أو العالم كان في الخطيئة في الظلمة حاول الإنسان أن ينقذ نفسه بكل الوسائل بكل الطرق عن طريق الذبائح عن طريق التقوى عن طريق البر عن طريق الأعمال ولكن الكتاب حسم الأمر ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا فإذا هذا الخلاص هو من المخلص نعم لعاوز أأكد عليه أنه لا يوجد نبي تحت السماء يدعى بهذا الاسم المخلص وهذه الكلمة تطلق على الله على الله يهوى في العهد القريم وتطلق على الرب يسوع المسيح المخلص في العهد الجديد تفضل أخي عايز أقول أنه الرسول بوتروس قال في أول عذاته في سفر الأعمال صحة ربعة وليس بأحد غيره الخلاص رأينا عبر التاريخ أنبياء كثيرين أتوا لكن ما استطاع واحد منهم أن يخلص الإنسان لا من خطايا ولا من سلطان إبليس أكمل وأقول كمان أننا ننتظر المسيح مخلصا من السماء هيخلص المخلصين زي ما قلت أو يخلص المؤمنين به هيخلص المؤمنين به من الغضب الآتي لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم وقبل أن ينصب الغضب على الأرض وتشتعل الأرض بحروب أكثر من هذه سيأتي المسيح لكي يخطف ويخلص المؤمنين يأخذهم معه إلى السماء يخلصنا من الغضب الآتي لا يخلصنا من حاجة تانية كمان العبارة اللي واخدنا النهاردة مخلص من السماء مأخوزة من فليبي أصحح ثلاثة وعدد عشرين لما بيقول الرسول بوليس فإن سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح وعجباني قوي مخلصا هو الرب يسوع المسيح مش واحد تاني مش نبي تاني مش رسول تاني هو الرب يسوع المسيح هيعمل إيه هذا المخلص الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدهي لأنه كله بينتظر مخلص أو بينتظر مسيح أنا عشت في بلد المسيح طبعا واليهود بينتظروا مسيح على كل فئاتهم وأشكالهم السن بينتظر مسيح الشيع بينتظر المسيح ناس كتير بتنتظر المسيح ولكن هون بالتحديد بتتكلم عن يسوع المسيح المخلص نعم اللي جاء أولا ليخلص من الخطية صحيح وسيأتي ثانية ليخلص شعبه شعبه من سواء من الدينون اللي جاي على الأرض وعايز أحذر أحبائي إن كنا الآن مرتعبين مما يحدث في العالم لكن أقول عندما يأتي المسيح ويأخذ مؤمني إلى السماء العالم سيمر في أيام صعبة أدعوك أن تهرب من الغضب الآتي سيخلصنا من الغضب سيخلصنا بتغيير أكسادنا إذا تود فكرة الغضب يعني لأنه يمكن الناس تخذها أنه غضب مش واحد غضبان الغضب يعني انصباب انصباب صحيح الكلمة صح انصباب الدينونة الدينونة والغضب الإلهي على صحيح على الخطا وغير التائبين صحيح عندما تفتح السماء وزي ما قال الكتاب غضب الله معلن من السماء النهاردة بنقول حمل الله الذي يرفع خطية العالم المسيح يسوع نعم لكن يا من ترفض حمل الله ستتقابل معه غضب الله المعلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم انت عارف أخي لي يعني وانت لا يخفى عليك هذا الأمر انه هوية وشخصية يسوع المسيح للأسف تهاجم بشدة وبشراسة نعم في الغرب اللي يعني المفروض بقوله عنها دول مسيحية شايفين الصورة هنا هجوم غير طبيعي غير عادي على شخصية المسيح بحاولوا يقللوا من أهميته وفي نفس الوقت الهجوم على شخصية المسيح في عالمنا العالم العربي العالم الإسلامي بحاولوا انه يحددوا هوية يسوع المسيح وعندما نتكلم عن الصلب يهاجمون الصلب وعندما نتكلم عن اللاهوت يهاجمون اللاهوت وكأنه بركزوا على شريحة وحدي بننسى انه المسيح اللي انصلب يمكن بالضعف هو الذي انتصر بالقيامة وقام من الأموات وهو حي إلى أبد الأبدين بينسوا انه يسوع هو صعد إلى السماء يسوع أرسل الروح القدس للتلميذ وانه يسوع سيأتي ثانية ظافرا منتصرا سيأتي ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته كما يقول الكتاب المقدس فإنه المسيح مش ضعيف لو مجد المسيح يعني رأينا مجده مجدا كما كما لوحيد في التجسد ولكن لا يستطيع أحد أن يرى المسيح تخيل لو في المجيء الأول المسيح أجى بمجده العالم كله احترى هو أن لموسى الإنسان لا يراني ويعيش فلعاوز أقوله أنه يعني من نعمة الله التجسد أنه أخذ جسد إنسان لا يستطيع أحد أن يرى ويعيش والدليل لما كان على جبل التجلي يعني كان وجه يلمع كالشمس صحيح فلما يجي ثانية بمجد عظيم أو مجد أبيه كما يقول الكتاب المقدس من يحتمل من يحتمل مجيء كما قال النبي ملاخه في العهد القديم صحيح هو عندما يأتي سيأخذ مؤمني بيغير أكسادهم يعطيهم أكساد ممجدة يستطيعون أن يروا وجهه إلى أبد الأبدين وعبيده ينظرون وجهه كما قال الكتاب عندما نسكن بعد الاختطاف وهكذا نكون كل حين مع الرب لكن زي ما حق ذكرت لن يستطيع العالم أن يتحمل منظر الرب هو جاي في مجده لما الكتاب يتكلم عنه في تسالونيك التانية أصحح واحد ويقول لنا عندما يأتي المسيح بحب أول آية دية اللي جات تسالونيك التانية أصحح واحد وعدد تسعة الذين سيعقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متجاء لكي يتمجد في قدسي ويتعجب منه في جميع المؤمنين صحيح هيأتي في مجد وفي نار لهيب مع أنه في في مجيء الأول كان منتضعا كان منتضعا صح ولكن الكتاب يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة إنارة مجد الله في وجه يسوع المسيح في وجه ولكن في مجيء الثاني في المجد المجد الأول كان مجد يخلص والمجد الثاني أو مجيء الثاني من يحتمل مجد مرعب مرعب مخيف متجاء في مجد قوتي وفي لهيب نار وعيناه كلهيب نار صحيح طيب إحنا تكلمنا عن أوجه التشابه أنا عاوز أقول طيب طالما نتكلم عن المخلص والمخلص من السماء رح نتكلم عن أوجه الاختلاف ولكن محب أعطي فرصة لكل مشاهد وأنا بدعوك اليوم للخلاص إنك تآمن وعلى فكرة يعني نشكر الله إنه كلمة الله واضحة جدا الكلمة قريبة منك بعدين بقول كل من يدعو باسم الرب يخلص تخيل يعني مش حاطط لك عقاد ومطبات وكل الأشياء إن كل ما تنظر الآن الآن وجه يسوع يتبسم في حياتك للخلاص وإلا ستواجه هذا الوج اللي لا تحتمل كل الأرض المكتوب عنه يا جبال أسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مخلص من السماء أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بنواصل حديثنا مع أخوي المحبوب رجل الله الأخيلية كورلوس إحنا تكلمنا عن أوجه التشابه المسيح مخلص في الحالتين في مجيء الأول في مجيء الثاني اسمح لك أنا كتابت أيتين وبحب أتعلق عليهم أخيلية في عبرانيين إصحح تسعة آية سبعة وشرين وآية تمانية وشرين الكتاب يقول وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة بعدين بيتكلم هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للخلاص للذين ينتظرونه ردت على الآية هيت فضل مرة أظهر عندما جاء الوقت المعين لكي يموت مخلصا ويبطل الخطية ويحمل خطايا كثيرين هذا يتكلم عن نجيء من ألفين سنة عندما علق على الصليب مجروحا لأجل معصينا مصحوقا لأجل الثامنة كما جاء زيما الكتاب المقدس والنبوات قالت أن المسيح سيأتي حمل الله ليرفع خطية العالم وأتى هكذا أيضا الكتاب يقول أنه سيأتي فيظهر ثانية بلا خطية وكلمة هنا بلا خطية لن يأتي المرة الآتية لكي يخلص من الخطية أو يحمل الخطية أو يخفر الخطايا حاشا لكنه سيظهر ثانية للخلاص للخلاص للذين ينتظرنهم سيأتي كما تكلمنا منذ قليل سيأتي لكي يخلص المخلصين وهنا في حتمية حتمية الموت الموت المسيح أنه فعلا مات ويؤكد هذا الشيء ثم الحتمية الثانية بتكلم حتمية الدينونة نعم براجل قد عينوا الله يعني بيتكلم عن الدينونة في دينونة صحيح من كمان من الرب يسوع المسيح كمان الكتاب بيتكلم عن أنه كل الخليقة ستعطق يعني ليه أنا لسه مطلع الآية دي متوقعين التبني فداء أجسادنا زي ما قلت برضو أن المسيح سيأتي مخلص لن يأتي فقط لكي يخلص المؤمنين أو يريح المؤمنين ليكونوا معه لكنه أيضا سيأتي أخ نزار لكي يريح الخليقة كلها الخليقة متعبة لما أرجع لرمية تمانية وأحباء المشاهدين لو بيحبوا يتابعوا معايا رسالة رمية وأصحاح تمانية الكتاب يقول لنا في عدد كام عدد عشرين إذ أخضعت الخليقة للبطلة ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء الخليقة بعد سقوط آدم أخضعت للبطل والفناء والفساد والفراغ والتفاهة أي سيطرت الخطية وسيطرت الشيطان وإحنا عرضا شايفين الفوضى العارمة الموجودة في الخليقة هل من خلاص لهذه الخليقة أيضا نسمع كلام الكتاب يقول لنا في عدد اثنين وعشرين من رمية تمانية فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن وليس ذلك فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني سيأتي المسيح يأخذ المؤمنين إلى السماء ثم بعد ذلك سيريح الخليقة في ملكه الألف السعيد عندما تعطق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله ما أروع المخلص أحباء الأفاضل هل نرى الفوضى والحروب ونرى سيادة العدو وحوالينا على الأرض دعونا نبشر المسيح آتي قريبا وعندما يأتي المسيح لن يريح المؤمن فقط لكن حتى الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله وفيه الآية اللي حطناها على الشاشة اللي هي مأخوذة من روميا إصحاح 13 ومن آية 11 مكتوب هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة ساعة لنستيقظ من النوم لاحظ الكلام فإن خلاص الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة لنسلك بلاياقة بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعه تدبير الجسد من أجل الشوات يعني هو خلص ولكن برضو بيتكلم عن سيعة قريبا يخلص صحيح فالرسالة ما تضلكش عايش في الخطية في البطر والسكر والمضاجع والعهر والخصام والحسد يعني كل أنواع الفساد إلبس الرب يعني خد الرب من نصيبك الآن لأنه سيأتي المخلص ثانية في ساعة لا تظنون فيها وده اللي يقودنا زي ما حقيت سألت من شوية قبل الفاصل عن الاختلاف نعم اختلاف بقى بين المجيئين فعلا المسيح أتى مخلصا وسيأتي مخلصا لكن هناك اختلاف بقى إيه هو أن المسيح صحيح سيأتي كمخلص يريح المؤمنين وكل من يقبل المسيح ويختسل بالدم ويريح الخليقة في الظهورية طبعا لكن هناك اختلاف إيه هو الاختلاف اسمح لأقول أسيس نزار اختلافين الاختلاف الأول عندما جاء المسيح في المرة الأولى متجسدا جاء متضعا لم يقلنا عنه الكتاب هوذا ملكك يأتيك وديعا ومتواضعا وراكبا على جحش ابن أتان جاء المسيح وأسلم نفسه لكي يموت كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامطة أمام جزي لكن عندما سيأتي المسيح قريبا إخوات الأحباء لن يأتي المسيح وديعا متواضعا المرة جاي أبدا سيأتي المسيح في مجد أبيه كما قال لاختطاف المؤمنين ثم بعدها سيأتي في الظهور يولينا عنه الكتاب راكب على فرص لابسا بزا أبيض بهيا ونقيا وله من فمه سيف ماض يخرج ذو حدين وعينه كلهيب نار هذا هو الاختلاف فيبخت كل من يتقابل مع المسيح كالمخلص والفادي هيتقابل معه كالعريس لما يأتي ومن يرفض المسيح سيتقابل مع المسيح كالديان العادل في المرة الأولى عندما جاء المسيح جاء مخلصا وفاديا مرة يقول جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لكنه عندما يأتي قريبا بعد أن يأخذ المؤمنين للسماء سيتواجه أو سيواجه الناس هذا الرب يسوع المسيح بغضبه في رؤية ستة أسيس نظار يقول لما يأخذ المؤمنين إلى السماء ثم بعدها الأشرار سيصرخون رؤية ستة عدد خمستاشر الأغنياء والأمراء والأقوياء أخفوا أنفسهم في المغاير والشقوق الأرض وهم يقولون للجبال والسخور أسقط علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف المسيح أتى مخلصا فاديا مزبوحا من ألفين سنة وسيأتي قريبا ليأخذ المؤمنين لكن بعدها سيواجه العالم الشرير ويقول أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوهم قدامي وازبحوهم فإذا في مجيء الأول جاء للخلاص من الخطية نعم من الدينوني من الظلمة من الشيطان من العبودية في المجيء الثاني سيخلص سيعطينا أجساد ممجدة أجساد نورانية جديدة تتمشى مع طبيعته في السماء وسيدين الأرض للذين رفضوا أن يملكوا المسيح على حياتهم على قلوبهم فإنت حكيت عن أوجه التشابه والاختلاف فمن خلال هذا الحديث لما نقول مخلص من السماء في رسالة طبعا اللي الرب وضعها على قلبك أنه أنت يعني مش تستعرض شوية معلومات لكن في شيء حرقة في قلوبنا أنه الإنسان يحضر ينتبه أنه ما يضوعش الفرصة ولا يجازف ولا يقامر بحياته أو أبديته إيه يعني الرسالة اللي عوزين نوصلها لما الكتاب يقول أسيس نزار في عبرانين اتنين فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره حبائي هناك خلاص مقدم من الرب يسوع المسيح خلاص جاء به المسيح عندما علق على الصليب وخلاص سيأتي به المسيح قريبا عندما يخطف المؤمنين من الغضب ويأخذهم إلى السماء إلا على قلبي وعلى قلبي أخي الأسيس نزار أرجوك لا تهمل هذا الخلاص حتى لا تواجه الدينون الأبدية الكتاب يقول من له الابن له حياة ومن ليس له الابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله قديما ربنا قال لنوح اعمل فلك لخلاص بيتك لخلاص بيتك دخلوا تمانية الفلك أحباي لكن ماذا حدث للعالم الشرير الذي رفض هذا الخلاص يقول الكتاب انفجرت يا نبيع الغمر انفتحت طاقات السماء ومح الرب كل قائم على وجه الأرض هناك خلاص ننادي به تعال إلى المسيح المخلص الذي يخفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك لكن حضار انت تجاهل او تستهزئ بهذا الخلاص فلابد ان يواجه هذا المستهزئ وهذا الرافض ليس المسيح المخلص لكن غضب الله المعلن من السماء على جميع فجور الناس واسمه اخاليا احنا بعد معانا شوية وقت احنا اتكلمنا عن يعني الخلاص او الغرض من مجيء المسيح الاول كما يقول كتاب يعني يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطياهم احنا اتكلمنا عن عمل المسيح في الماضي وتكلمنا عن عمل المسيح او ما سيفعل المسيح في مجيءه الثاني ولكن ماذا مع الحاضر احنا عايشين في الحاضر ومتل ما ذكرت اذا لاحظت انه او استشفيت من الكلام اللي حكيته ان الكل عم بيقلل من اهمية يسوع المسيح او عمل المسيح لو اردنا ان نكلم الناس عن موضوع الخلاص الخلاص يعني من ايه تزيه من الالف لليا اللي اليوم عاوزين نتكلم عن هذا الموضوع حتى الناس تعرف بالزبط ايه هو موضوع الخلاص اقول ان الرب يسوع المسيح ابن الله جاء من السماء متجسدا لكي يحمل خطايا البشرية واحب اقتبس الاية اللي قالها الرب يسوع لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية الله كان في المسيح متجسدا لكي يصنع فداء وكفار لي ولك والان الفرصة مفتوحة لكل مننا تعالى الى الرب يسوع المسيح تعالى اطلب منه ان يخلصك ويخفر لك خطيات يطهرك بدم الصليب يعطيك حياة ابدية ويعطيك حياة جديدة فيه يدخل المسيح فيحرر يا اخ نزار يفك القيود يخلص من عبودية الخطيئة يخلص الانسان المستعبد للفساد والنجاسة يجعله خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح ويعطي ضمان الحياة الابدية عندما قال انا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد كل من يتقابل مع الرب يسوع المسيح المخلص الذي جاء من السماء ويأخذ حياة ابدية سيستمتع به قريبا عندما يأتي من السماء لكي يأخذوا الى السماء مع جماعة المؤمنين الى ابد الابدين ولكن الحاجة المشهورة في هذه الايام ان الحسنات يذهبنا السيئات او يعني دائما بتسمع العبارة انا يعني معملتش غلط انا ما قتلتش انا ما زنيتش انا ما سرقتش انا ما معملتش يعني دائما انا ما عملتش ما ارتكبتش الخطيفة وانا بعمل اعمال صالحة كتير يعني حتما انه الله رح يقبلني فشو الرد على هذا الشخص اقول لو انا عايز اسافر دولة من الدول اخ نزار وانا راجل خادم ومعروف وراجل طيب وكويس هل هذه تؤهلني ان ادخل الدولة الاخرى بدون فيزا لكي ادخل السماء عينها انا احتاج الى فيزا احتاج الى عطية صحيح هفترض هفترض مع انه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد هفترض انك كويس هفترض انك طيب لكن عشان تدخل الى السماء الى حضرة الله انت تحتاج الى فيزا تحتاج الى عطية جديدة اسمها عطية الحياة الابدية وهذه العطية ربنا بيديها هبة مجانا ليس بالاعمال اسمح لأقول لك الاية اللي قالها الكتاب في افاسوس اتنين عدد تمانية لانكم بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد اذا اردت ان تذهب الى السماء انت تحتاج الى عطية جديدة اسمها الحياة الابدية يعطيها لك من مات على الصليب الرب يسوع المسيح وطبعا وانت بتتكلم تذكرت الاية في رسالة طيتوس صحاح الثلاثة ايوه يعني التي تقول لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس طبعا في ظهر تانية مش بس انه بحاول يتستر وراء الاعمال مع ان الكتاب المقدس حسم الامر ولكن عندما نتكلم عن الدينونة عندما نتكلم عن جهنم كأنه احنا جماعة نوت رياليستيك مش واقعيين وهل يعقل انه الله فعلا انه يديننا ويحطنا في جهنم النار بسموه اليونيفورسلس انه لا يعني غرض الله ان يكون لك حياة ابدي ولكن الله ما بحط اي انسان في النار فبينكره موضوع جهنم شو رايك في الموضوع اقول انه لو انا بعيش في دولة فيها حاكم لا يقاضي المجرم هذا الحاكم لن يكون عادلا الله رحيم نعم احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكنه ليس رحيما فقط اشيس نزار لكن الله قاضي عادل الله الذي لا يدين المجرم والخاطي والقاتل والزاني والمختصب هل يكون هذا الاله عادلا هو اظهر محبته الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لكن في نفس الوقت ماذا يفعل هذا العادل مع المجرم والزاني والفاسد الذي يرفض خلاص الله ويختصب الناس ويعيش في خطايا ويعيش بدون تطهير يحكم على نفسه الكتاب يقول ولكنك من أجل قسوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب يعني واحد من الأشياء أو المعطلات في موضوع الخلاص يعني مع كل محبته هو موضوع الدين مظاهر وأشكال التدين الخارجي أي عقل الناس اللي قتلت الأبرياء في إسرائيل أو إسرائيل قتلت الأبرياء وكل هذا الدم والقتل والقتل يعني سميها دين كما بدك تسمي معقول إنه ما يواجه دينونة الله وجهنم النار إذا العدالة الأرضية خلاص مش موجودة في عدالة السماء الرب الديان العادل مكتوب عنه سيواجه الرب يسوع المسيح إن لم تتوب إن لم تتوب وترجع إلى الرب ستواجه لا دينك ولا تقواك ولا أعمالك ولا برك ولا أي شيء رح يخلصك ستواجه الديان سفك الدماء الأبرياء واللي عم بيعمل بإسم الدين تقول لنا رأى على السماء ولا على الجنة كمون رح تواجه الديان جهنم حقيقة للأسف أخيلي كتير من حبايب من المسيحيين ابتدأوا ينكروا موضوع جهنم صاري فلسف الأمور ويرونقوا الكلام بدل من أن نواجه أنفسنا أنا أقتبس آية إذن لكلام حضرتك من تسالونيك التانية واحد ستة لما يقول إذ هو عادل عند الله إذ هو عادل عند الله أن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيقا إذن هذا هو عادل الله الإنسان بيعمل زي النعامة سيس نزار عايز يحط راسه بالرام يقول لك ما فيش صياط لما ترجع لبطر ستانية أصحح ثلاثة لم يقول الكتاب أنه في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون وسالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه هذا يخفى عليهم بإرادتهم فالإنسان عايز يعيش في الخطيئة والنجاسة ويريح ضميره أنه ما في دينونة أنه ما في قضاء اعمل اللي بدك إياه لكن لابد أن يأتي المسيح مخلصا لكل من قبلوه وأخدوه فادي لحياتهم وسيأتي كديان عادل ويقول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي خلينا أخد مكالمة معانا الأخت صارة من مصر أهلا وسهلا أخت صارة أنت معانا على الهواء أهلا أهلا مساء الخير مساء الخيرات عندي سؤال للحلقة تفضلي بسأل بقول كيف يخلص الإنسان وكيف يصبح الإنسان في حرية كاملة كيف يخلص الإنسان والشطر التاني من السؤال وكيف يصبح الإنسان في حرية كاملة كيف يصبح الإنسان في حرية كاملة تفضل إذا أتى إلى المسيح بقلبه متضع وجاء إلى المسيح بتوبة قال الرب يسوع إن حراركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أدعو إلى من يريد أن يأخذ حرية أن يأتي للمسيح يختسل بدم المسيح ثم يسكن فيه الروح القدس ومن خلال قوة وسكن الروح القدس يستطيع الإنسان أن يعيش في الحرية قال الكتاب أثبتوا في الحرية التي دعيتم إليها ببساطة جديدة آجل المسيح والمسيح فيه الكفاية أن يحررني فبالحقيقة تكونون أحرارا طبعا إحنا لما نتكلم عن موضوع الخلاص أخ إليا سوري الأخت سارة هل فيه يعني مزيد من التعليق أو أوكي شكرا شكرا إليك ربني باركك يا أخت سارة لما نتكلم عن موضوع الخلاص نحن نتكلم عن موضوع كبير نعم يعني مش بنتكلم يعني فيه أوجه كثيرة الخلاص المرات منستخدم كلمة التجديد التبرير منستخدم كلمة التبني سرنا يعني سرنا أولاد للرب وهكذا يعني نتكلم على عمل متكامل نلنا المصالحة مع الله الآب صار إلنا الدخول إلى السماء بدم يسوع يعني كل مشتقات الخلاص من تبرير ومن تقديس ومن تمجيد يعني كله محطوط في باكج واحد اللي منسمي موضوع الخلاص صحيح تلسمح لي أضيف حاجة تانية أسيس نزار وهو نفسي أوي أوجه أنظار إخواتي وأحباء المشاهدين والمستمعين معنا وإحنا شايفين العالم مضطرب ومنزعج في هذه الأيام يلا نرفع عينينا إلى السماء التي منها ننتظر يعني أرجو أن الأحداث الجارية لا تقودنا إلى الاكتئاب والضيق والألم والإحباط لكن أرجو أن تقودنا هذه الأحداث إلى الرجوع إلى الرب يسوع المسيح ونتطلع إلى السماء وننتظر من السماء ليس من الدول العظمة لكن ننتظر من السماء مخلصا هو الرب يسوع المسيح ده يشجع المؤمنين وسط الضغوط ويشجع أحبائنا لفسط الحروب ويشجع أحبائنا المظلومين في كل مكان نقول لنا نقول لنفسنا خلاص قد تناهى الليل وتقارب النهار قرب يجلنا المخلص من السماء اللي هيريح أنفسنا واللي هيريح الأرض وكمان اللي هيقبض على الأشرار يقول كده الكتاب إذ هو عادل عند الله أن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيقا وإياكم الذين تتضيقون أخوات الأحباء المتضيقين أخوات الأحباء المضطهدين أخوات الأحباء يا من تمرون في ظروف صعبة أرجوكم تعالوا إلى المسيح ومن خلال علاقتنا بالمسيح ننتظر المخلص نحن الذين نتألم لابد قريبا يتم فينا كلام الكتاب إن ألام الزمان الحاضر لا تقاص بالمجد العتيدي أن يستعلن فينا أخي لي يعني تقرأت من روميا واحدة من العبارات يعني الإنسان أو بشكل عام وإحنا بلادنا بالذات تحتاج إلى رسالة الرجاء نعم وقرأت في روميا ولكن في آية يمكن أنت ما قرأتها لأننا بالرجاء خلصنا خلصنا إيه يعني كيف نخلص بالرجاء بمعنى أننا عندما نقبل الرب يسوع المسيح يسكن في قلبنا الرجاء وننتظر الرجاء فكل من قبل المسيح نحن لننتظر الموت نحن لننتحر لكي ندخل الجنة لكننا ننتظر الرجاء فخلاص المسيح وسكن المسيح في القلب بالروح القدس يفتح الأفاق أن نتطلع إلى السماء فننتظر الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم يولد في قلب الفرح والرجاء أنني إن كنت أعبر في وادي البكاء أصيره ينبوعا وإن كنت أتألم في الأرض فقريبا سيأتي المسيح ويغير شكل جسء توضعنا وندخل معه إلى بيت الآب خلصنا بالرجاء أي خلصنا على أساس الرجاء الرجاء المبارك أن مسيح سيأتي قريبا لنكون معه ويمسح الله كل دمعة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم أخلي طبعا يعني خلينا أرجع للعبارة التي استخدمتها في بداية الحلقة العالم يتطلع إلى منقز نعم إلى مخلص ولكن للأسف عم بعتمه على موضوع يسوع المسيح واضح أنه يعني أنا بقولها بصريح العبارة إسرائيل تحتاج إلى يسوع إلى المسيح يسوع نعم المخلص يشوع همشيح حماس يحتاج إلى المسيح إلى المخلص وشفنا خلال كل هاي سنين اللي عشناها يعني من أول ما ولدت في هالأرض أنا ونسمع بحروبات وطبعا منهن أهلي اللي تشردوا واللي تشتتوا أخذت بيوتهم وأرضيهم وكله من أول يعني إلنا أكتر من سبعين خمس سبعين سنة منعاني من هالموضوع وأقول بكل صراحة نحتاج إلى المخلص العالم مثل ما قلت الأمم المتحدة بطالبه في شخص ينقذ مين هذا المنقذ اللي المفروض نقدمه لكل البشرية ولشعبنا بشكل خاص هو الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي جاء من السماء متجسدا ورفع على الصليب بكامل إرادته عندما قال لسلطان أن أخذها وسلطان أن أضح أيضا هو الرب يسوع المسيح الذي ينادي على كل البشرية تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فعلا ما في راحة إلا بيسوع المسيح ممكن كلمة صلاة يعني تقود أي شخص ممكن يقول لك فعلا أنا عاوز أطلب الرب ممكن تقود بكلمة أشجعك أشجعك صلي معي أخي أختي هذه الصلاة البسيطة يا رب يسوع المسيح آتي إليك بتعبي وسط اضطرابي آتي إليك من خطيايا آتي إليك من عالم مضطرب لكي تخلصني وتطهرني وتسكن في قلبي وتريحني من انزعاجي تعطيني الحياة الأبدية فأنتظر مجيئك لأكون معك في السماء أحتاج تمسك بيدي أمشي معك وأنت معي أثق إنك قبلتني في اسم الرب يسوع المسيح آمين 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 شكرا جزيلا أخي إليك ربنا يباركك ويبارك خدمتك ودايما نزورنا شكرا دائما نزورنا ربنا يباركك شرف وبركك كل ما حضرتك حبيب الله يباركك الله يباركك إخوتي وأخواتي عندي كلمة في الختام وإن عاوز أتكلم بكل صراحة أليس عجبا إنه بلد المسيح المسيحية تعتبر أقلية ضمن أقلية ضمن أقلية ضمن الأغلبية أليس عجبا البلد اللي قدم فيها الرب يسوع المسيح الخلاص الكامل مثل ما سمعنا من أخونا إليا بموته على الصليب في أورشاليم وقيامة من الأموات في أورشاليم اللي بكى على أورشاليم لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك اللي قال أورشاليم يا أورشاليم تخيل هذا الرثاء وكأنه ما زالت نفس الرسالة العصيان التمرد عدم الإيمان الرياء الكبرياء العنف الحرب الدم ما زال حتى يومنا هذا أورشاليم اللي فيها المعابد التلاتة سواء يعني المسجد الأقصى سواء حائط المبكة حائط الهيكل الغربي بتاع اليهود سواء كنيسة لقيامة مكان قيامة يسوع المسيح وأكثر صراع في العالم هو في هذا البلد ألم يقل الكتاب عن يسوع أنه هو الملك وأنها مدينة الملك يعني كنت بحكي مع صديق مسلم على جبل الزيتون قال لي بتعرف أحق واحد في هالبلد هو يعني المسيح وقال ليه قال لي موسى ما دخلش الأرض ولا محمد دخل الأرض لكن يسوع عاش في الأرض قال لي برضو المسيح مش بيتكلم عن ملكوت أرض المسيح بيتكلم عن مملكة لا تنقرض عن ملكوت سيسود الكل في يوم من الأيام رح يتواجه يسوع شو انتابنا منك خلال كل هالسنين حرب حرب ودم وعنف وبكاء الأمهات لتبكي على أولادهم على أطفالهم شو نلنا من هذا الموضوع ما خلينا نرجع ليسوع المخلص رئيس السلام الذي يدعو إلى السلام والمحبة جرب يسوع المسيح قل له يا رب كلمات بسيطة ارحمني أنا الخاطئ ادعوه ملكه توجه على حياتك رح يتواجهه كمخلص بخلصك لكن في يوم من الأيام إذا رفضت رح يتواجهه كالمخلص الديان الحق حالك متجازف بحياتك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر